نحن نتعلم اليوم ونشرح طريقة تصوير الرياضي داخل الستيديو وإضافة بعض التأثيرات عليها من غير اللجوح حق الفوتو شو التصوير الرياضي من التصوير المحبب حقي لكن بالإضافة أنه حلو بالتصوير الرياضي أن نطلع بعض الأكشن أو التأثيرات داخل الستيديو والممكن أن نكون صعبة أن نصورها مثلا في الملعب أو في الصالة أو أي مكان اللي هم رياضيين مارسون رياضتهم فيها لأنه هنا أنت ما تقدر تتحكم بالشخص وتوجهه مثل ما أنت تابه بالإضافة إلى أنه يمكن من الصعب أنك توجه له بعض الإضاءات اللي إذا أنت حاب تعطي إضاءة فنية حق الصورة بس اللي تقدر تسويه أو المتوفر عندك هو الإضاءة الطبيعية الموجودة في المكان اللي أنت تصوره لكن داخل الستيديو يختلف الشيء تماما لأن داخل الستيديو أنا أقدر أتحكم في المدل أنا أقدر أتحكم في الإضاءات وأوزعها مثل ما أنا أبي بالإضافة إلى أنه أبدأ أصور على آيزو أقل من لو أنا أكون أقاعد في الأماكن اللي مارسوم فيها الرئاسة وداخل الملعب أو الصالة ومو بالضرورة أن أنا من أنزل في آيزو هذا وايد شيء قوي لكن يعطي ألوان أجمل ملو من أنا أرفع الآيزو فطبيعة الحال الصورة راح نشرح عليها اليوم هي الصورة حق لاعب الكاراتي وبطل الكويت أخوي محمد القطان طبعا من اللاعبين القدامة في منتخب الكويت أيضا في نادي اليارموك راح لشرح طريقة التصوير حق شلون إحنا فكرنا وشلون وزعنا الإضاءة والإعدادات اللازمة حق إن الواحد يحصل على هالنوع من اللقطات أو من الصور قبل أي شيء طبعا إذا الواحد يريد يصور داخل الستيديو لازم يرسمنا الفكرة اللي هو أود يصورها الأكشن الموجود في اللعبة لازم يدرسوا إنه شنو فيه أكشن ممكن واحد يطلع بشكل حلو وأيضا إنه ما يكون الكثيرين إنهم طبقين أو مصورين خصوصا على هذه اللعبة طبعا لعبة الكاراتيه واحد من اللعاب اللي أنا بالسابق يعني كنت أمارسها فأعرف شنو الشغلات الحلوة أو الجميلة في هذه اللعبة فكانت القفزة إه هي الشيء الجميل في هذه اللعبة لأنه تكون اللعب شوي مرتفع جسمك كله مشدود يعطي تأثير وايد حلو حق الإضاءة وقت التسليط على الجسم بالإضافة إذا الواحد بدأ يحاول يعالج هذه الصورة في الفوتوشوب تطرق الحين حق طريقة تفكير أو التخطيط حق الصور من تصوير رياضة أو أي صورة ثانية بالبداية لازم أن الواحد يبدأ يسوي سيرت أو بحث سواء بالإنترنت أو بالكتب أو المجالات التصوير أو حتى أن يحاول أن يشوف أفلام أو الجيمز ممكن أن يقتبس هذه الفكرة ويبدأ يطورها ويطلع بصورة حلوة مثل ما صار في صورتي أنا الصورة خذيتها عرفت أن هي صورة لعبة قتالية لكن التأثير اللي حوالينا حاولت أن أسوي سيرت لقيت أن الكثير يصورون باستخدام الماء لا يقلك بعض اللي يستخدم بالدخان لكن أنا أحب أني أعطي تأثير ثاني حق الصورة أن أستخدم البودر أو الطحين هذه الفكرة يتلي من شفت صورة حق ستريت فايح طبعا اللعبة القديمة من شفت التأثير الموجود كأن الرمل طاير أو شيء شذي يتلي الفكرة أن ليش أنا ما أستخدم الطحين أو البودر أن أضربها في الموديل علشان يعطيني هذا التأثير الموجود حوالي اللاعب أو الشخص تأثير جيد حلو أنه لا أهو دخان ولا أهو ماء أهو بودر أن الواح ميت يشزوم أو يطبع الصورة راح يشوف هذه الحويبات كلها موجودة حوالينا أيضا على الملابس وأيضا اللطحين هذا أو البودر قاد يعطي تأثير جيد حلو على الجلد لأنه قاعد يلصق على الجلد واللاعب ما يتحرك فشوية يبدي يصير جسمه فيه نوع من رطوة من العرق فيعطي تأثير وايد حلو حق الجسم خصوصا في الوقت اللي إحنا راح نبدي نعالج الصورة باستخدام الدوج بالبيم أو باستخدام المؤثرات اللي إحنا راح نتكلم عنها لاحقا النقطة الثانية وإيه توزيع الإضاءة حق هذا النوع من التصوير أو أي تصوير يكون فيه أكشن أو إن الواحد يستخدم ماء يستخدم طحين يستخدم أي شيء يكون مؤثر على الشخص أنه يستخدم طريقة معينة من توزيع إضاءة وكلهم تقريبا يكونون نفس هذه التوزيعة أول شيء لازم تكون عندي الخلفية سودة أو تكون الغامجة الخلفية علشان يكون فيه تباين كبير بين الشغلات اللي أنا قاعد أستخدمها سواء دخان سواء ماي سواء بودر سواء أي شيء يكون لازم يكون تكون الخلفية غامجة علشان يتبين معاي هذه الجزيئات بالإضافة أنه يكون عندي الفلاش الرئيسي في طبيعة الحال بهالنوع من التصوير نستخدم ثلث فلاشات وممكن أستخدم فلاشين لكن أنا استخدم ثلث فلاشات لسبب أول شيء الفلاش الرئيسي بيوتي ديش الكبير أو واحد يستخدم ديب أكتر أو الأكتر الكبير لكن فيه شيء مهم وايد إنه لازم يكون على القرد أو الهانيكم القرد اللي يكون مخطط مثل معطي أشكال الخط إنه يحدد للإضاءة علشان لا توصل حق الخلفية وتبدي تنور لي لكن الإضاءة فقط تكون متوجهة على الشخص وبالتجاه اللي هو راح يقفز فيه أو باتجاه اللي هو يكون قاعد فيه أو يركض فيه لازم يكون على بنفس الاتجاه أما الفلاشين الثانيين اللي هما خلنا نسميه الكيك لايت اللي يكونون على اليمين وعلى الاساب ما راح يكونون بالضبط من بعض أو في مستوى واحد أو يكونون في جنب المدل 100 بال100 لسبب لأن أنا بهالتصوير فكرتي مو إنه أحسوي رملايت حق الشخص وإنه يكون محددين من الأجناب لا طبعا الفكرة الأساسية والمهم موايد حق الفلاشين اللي هما اللي ورا إن أبيهم ينوروا لي الاطحين أو ينورون الماء أو ينورون أي شيء يكون مرمي على الشخص طبعا مرمي مصخر لا يعني بودر طحين رمل ماي واحد حتى لو بيستخدم الدخان يكون الفلاش على الزاوية اللي تكون خلف المدل وأيضا يحط له قرد والذي ما عنده قرد يقدر يحط بوردين على الجنب في اللين بس يحدد الإضاءة ليش علشان إضاءة لا تضرب وين في الخلفية وأيضا عشان الإضاءة لا تبدي تحوش منطقة الوجه عند الشخص وتكون تقريبا في خلفه ما تكون على الجنب أمية بالأمية علشان تأثيرها فقط على المكان أو الأماك اللي أنا رح أرمي فيها الشغلات مثل اللي ما استخدمناها في تصويرنا هذا اللي هو البودر أما الفلاش الثاني اللي أنا قاد أحطه نفس الطريقة لأنه وقت الجنب وهو رح يكون في عليه بودر فأنا أبي أعطي هالتأثير فلازم أحط فلاش ثاني وأيضا الفلاش الثاني شوية يبدئ يحدد لي الجسم علما ليش لأن الخلفية سودة والبنترون أسود إذا أنا خليت ما في فلاش يضرب في الزاوية اللي يكون فيها الجسم رح يكون كأن المودل لاصق في الخلفية وما فيها أي تجسيد فلهذا السبب إحنا استخدمنا ثلاث فلاشات في هذا التصوير الفلاش الأول مثل ما ذكرنا أنه هو الميل لايت ويكون عليه قريد عشان ينور لي وهم إنه ينور لي المودل بالكامل واستخدمت بيوت كبير أو نقدم مثل ما قلنا الديب أوكتا والأكتا ولكن عليهم قريد عشان لا يصوم حق الخلفية وأيضا يكون متمركزة الإضاءة على الشخص في سؤال ممكن يطرع على بالكم انزل إذا أنا ما استخدمت الإضاءة اللي تكون على الجم على اليمين أو على اليسار المهم مكان اللي واحد يريد يرمي فيه الاطحين الماء أي شيء أي شيء يكون عنده يريد هل رح تطلع الصورة مضبوطة ممكن تطلع معاك أوكي لكن في شيء ما رح يطلع حلو إنه كأن الشي اللي أنت رميته سواء ماء سواء دخان سواء بودر أي شيء رح يكون كأنه لاصق في الخلفية و رح يصير فيه أجزاء موايد فيها إنارة ليش؟ أنه أنت تحتاج تستخدم قريد علشان لا توصل حق الخلفية فلهذا إحنا رح نحطينا الفلاش على الجنب علشان ينور ليها من الأجناب ويبين الشكل كله واضح من الأجناب الثالثة وهي إعدادات الكاميرا رح تكون إعدادات الكاميرا لازم نحط في بالنا إنه هذا اكشن وهذا شخص رياضي يبي مثل ما نقول يبي يسوي قفزة أو يبي ينوط بالإضافة إلا عندنا شيء ثاني اللي هو الطحين هذا شيء ثاني أهم متحرك فأنا أحتاج إلى شتر عالي لكن في مشكلة حنواجه إن الفلاشات ممكن فلاشات السيديو ما أقدر أنا أصعد فيها فوق الميتين وخمسين فشنو الشي اللازم أنا أسوي اللازم أسوي إنه أقرأ أشوف المنوال عندي الفلاشات ممكن إشكثر السينك يكون بينها وبين الكاميرا اللي عندي حسب الكاميرا اللي عندي مع الفلاش إنه أقدر أصور على ثلاثين مئة وعشرين لكن مو على فل باور فله هذا السبب أبدأ أنزل في باورات الموجودة حوالين الشخص من الفلاشات ثلاثة أنزل الباور ليش؟ علشان يكون في عندي سرعة في ضربة الفلاش وأيضا ما يبين معي الكارتن سواء من الجم أو من تحت ما يهمني إنه يبين الكارتن على الأجناب شوي ليش؟ إنه أنا راح أبدأ أصور بشنو؟ في وايد انجل على ساتة وايد انجل السبب علشان إذا حطيتها على فتحة ثمانية على فتحة ثمانية وبدأت أنزل في قوة الفلاش وبدأت أرفع الشتر هنا أنا أقدر أنزل في قوة الفلاش وأعوض فيها في فتحة العدسة وأيضا أنا أقدر أرفع الآيزة حق الميتين لاقي في تصوير هذا أنا مرفعته حق الميتين خليتها على الأمية واكتفعت أني نزلت قوة الفلاشات وقربت الفلاش شوية من عند الشخص وقلت لأنك يبينك تقفز في هذه الزاوية علشان الإضاءة تكون توصل لها مضبوطة على أن قوة الفلاش تكون نازلة فالإعدادات اللي إحنا استخدمناها في هذا التصوير أو أي واحد يستخدمها هي فتحة العدسة ثمانية واستخدمت العدسة اللي هي 24-70 وطبع أنت قدر تحط فتحة اللي سمونا الزوم تبع العدسة مثل ما أنت تبي سواء 35 تبي 24 حسب المكان أنت تبي والشي الحلوه أن إذا أنا استخدمت هذه العدسة اللي هي تكون 24-70 أنا أقدر أتحكم في مكاني الزوايا مثل ما أبي ما أكون وائد وبعدها أنا أبدأ أسوي لها صورة علشان مثل ما قلت إذا بيّن معي الكرتن في أي مكان أنا أقدر أسوي أكروب حق الصورة أم الشي الأخير والمهم المهم الفوكس هل أحط الفوكس منول هل أحط الفوكس أوتو طبعا إذا بحط طمنون لازم أخلي الشخص يقفز أو ينطب نفس المكان بالضبط ولازم أكون فتحات عدسة كبيرة يعني خلنقوله 11-16 علشان أضمن عمق الميدان ما يكون في عندي عمق ميدان لأن وقت القفزة إذا ما صدت صح أو تحرك شوي فوكس رح يعطيني بلير أنا ما قلت أصور شي ثابت قلت أصور شي متحرك بالإضافة إلى أن البودر متحرك فشغلتين متحركتين عندي شنو أنا راح أستخدم طبعا فيك الكاميرا في شي اسمه Auto Focus ينقسم حق قسمين في عندي الـ Continuous وفي عندي الـ Single الـ Single إنه أنا مجرد أخذ Focus ويكفر معاي وكيف ستزر أما الـ Continuous هو يلحق الشخص مجرد ما هو يبدئ يتحرك راح تشوفون إنه الـ Focus يبدئ يعيد يعيد نفسه إلى أن المكان اللي أنا أبي ويأخذ الـ Focus وأطق زر التصوير هذي مهمة إنه أحول وضعية الـ Focus إلى شي الاسمه الـ Continuous Focus طبعا في النكون مكتوب على AFC الـ AFC الـ Auto Focus Continuous أما في كاميرات اللي كانوا تقدر ترجع حق المنور وتشوف شنو اسم الـ Continuous Focus أو المتعدد هذا لا اسم وتقدر تحول وضعية الكاميرا حقه علشان تبدي تأخذ الـ Focus طول ما هو قاعد يركض علشان لا يضيع منك الـ Focus مثل ما شفناه هذه هي طريقة توزيع الإضاءة هاي طريقة تخطيط حق الصورة هاي طريقة إعدادات الكاميرا يقدر الواحي يطبقها على أي صورة يكون عنده فيها اكشن أو يستخدم فيها مؤثرات سواء كان بودر طحين رمل ما يدخام يقدر يستخدم نفس الإعدادات ونفس التوزيع ورح يحصل على صور حلوة فأتمنى في نهاية حلقتنا انكم استفدتوا من هذه الحلقة ولا تنسون اللي يحب الحلقة انه يعطينا لايك عليها وطبعاً تشجيع ونتمنىكم تعطونا التشجيع والإضافة ان لا تسوونك تسوون شنو؟ تسكسكرايب علشان تتابعون حلقاتنا أول بأول ونشوفكم على الخير في الحلقات يهيدة مع السر آه نسيت سوري لا تنسون اللي عنده سؤال أو استفسار يحط كومت تحت وإن شاء الله الحلقة الياية رح أبدي أجاوب على جميع الأسئلة اللي نحطت في الدروس السابقة وما جاوبت عليها رح يكون حلقة خاصة فقط للإجابة على الأسئلة ونشوفكم على خير في حلقاتي جيدة مع السر اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى